إذا كنت في مكان وتعلم أن أحد الناس ينظر إليك فإنك تستحيي منه فكيف والذي يراك هو الله البصير فالبصير هو المبصر لكل شيء لا يخفى عليه شيء من خلقه وهو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات حتى أخفى ما يكون فيها فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وهو الخبير بأحوال خلقه فالبصير في كلام العرب العالم بكنه الشيء الخبير به ومنه قولهم فلان بصير بالفقه والبصير عليم بأعمال خلقه فيحاسب خلقه يوم القيامة بمقتضى علمه وبصره قال تعالى إن الله بصير بالعباد أي عالم بأمور عباده ومن المطيع منهم والعاصي له والمستحق جميل الثواب والمستوجب سيء العقاب فمن آمن بأن الله هو البصير أثبت له صفات الكمال ونعوت الجلال من السمع والبصر والعلم والحكمة وسائر صفات الكمال ومن آمن بأن الله هو البصير راقبه في السر والعلانية فوصل إلى مقام الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومن آمن بأن الله هو البصير لم يطلق بصره فيما حرم الله لأنه يعلم بأن الله تعالى يراه ويعلم ما يعتمل في صدره فهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ومن آمن بأن الله هو البصير أخلص له في عبادته وتوكل عليه في أمور حياته قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ترجمة نانسي قنقر